ترجمة نانسي قنقر يندرج محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية تحت قائمة المحاور الخمسة التي يشتمل عليها برنامج الحكومة 2023-2026 إلى جانب الأولويات والأهداف التي يأخذ البرنامج على عاتقه إنجازها خلال السنوات الأربع المقبلة عديد النقاط التي سيأتي على محاكاتها بلغة واقع المنجز العملي محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية ولعل في أغلبها ما يجول في أفق دائرة المهام الوطنية المتعلقة بخلق فرص عمل واعدة للمواطنين من نافذة تزويدهم بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتفعيل دورهم في ريادة الأعمال وتعزيز وتنمية القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك ما يصبه في رفع مستوى المواطن المعيشي وتنويع الفرص الملائمة لطموحاته إلى جانب ما سبق يعتزم محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية جعل المملكة الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات عبر تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة لذلك فضلا عن تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التحفيزية لتشجيع الاستثمار في المجالات الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص ولتلك الشراكة دور فاعل تضعه الحكومة موضع اهتمام إلى جانب تعاونها مع السلطة التشريعية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتنشيط شراكات المملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية بشكل يكفى لنمو الاقتصاد الوطني واستقراره وخلق الفرص الوظيفية النوعية إضافة إلى تطوير وزيادة كفاءة الإجراءات المنظمة لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية والاستمرار في تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واستدامتها وتبني باقة من السياسات التي تسهم في التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد انتاجي وإمضاء جملة من الإجراءات المؤدية إلى تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية وتطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية وصولا إلى تحديث إجراءات الإنفاق الحكومي وترشيده بما يضمن كفاءة الصرف